اللي جاي ده بقى مفاجأة مفاجأة المفاجآت مفاجأة المفاجآت بص يا سيدي مرسل كوروية المدير الفني للنادي الأهلي حاطت ست لعبين ست لعبين تحت الاختبار الأخير في بطولة السوبر اللي هتتلعب في الإمارات شهر ديسمبر بعد كسر عامل عنده ست لعبين زي ما بيقولوا كده ايه؟ الفرصة الأخيرة الفرصة الأخيرة مين هم بقى؟ كريم ندفد مفهومة يعني عشان الراجل ما خدش كتير من ساعة ما رجع فمفهومة ممكن يكون من العباء اللي ممكن تطلع إعارة أو بيع في يناير كريستو مفهومة انه برضو الراجل مش مقتنع بيقى وي رغم انه هو اللي اختاره بس مش مقتنع بيقى وي مش مقتنع بيقى وي مش مقتنع بي امكانياته او مش مقتنع انه يبقى موجود في تشكيلة الفريق وما بيدروش مش محمود بتولي مفهومة ليه؟ الصباط ومش قادر يعتمن عليه طوالوقت الصباط كتير ماشي تعد صلاح محسن تأصير وديق وزعل تعد ينفع تمشي أحمد عبدالقادر نفس القصة بتاعت صلاح محسن عدم التزام وعدم اجتهاد وعدم مسك في الفرصة ماشي هذه الخمس لعبين الأوائل السادس هو اللي حكايته حكاية عشان بس لتكونوا تهتوا مني انا بقولك الأسماء اللي حطيتها مارس الكورلر تحت الاختبار في بطولة السوبر اللي جاي السوبر اللي هتلاقي في الإمارات عشان هيشوف مين فيهم اللي يكمل مع الفريق ومين ممكن يمشي في يناير سواء على سبيل العارة أو البيع قلت لك خمس لعبين منه فاضل واحد فاضل واحد مفاجئة المفاجئات مارس الكورلر المديل الفني للنادي الأهلي يضع أكرم توفيق تحت الاختبار في بطولة السوبر المصري اللي جاي عشان يشوف يكمل مع الفريق ولا ممكن يخرج عارة هتقول لي ده يا كريم الكلام اللي انت بتقوله ده ما يخشش العقل والله وانا بيجي لي الخبر قلت زيك كده وتأكدت ورحت وجيت هي الحكاية فين الحكاية ان مارس الكورلر مش شايف انه أكرم توفيق لعيب سيء هو شايفه لعيب جيد بس هو بيقول ايه انتوا هتجبوا لي عمر كمال عبدالواحد في يناير فخلاص هو محمد هاني وممكن معاهم خيال عفتاح هيمنوني ناحية اليمين في نص الملعب اكرم توفيق هيبقى خيار اخير بالنسبة لي بعد كل اللعيبة الكتير اللي هو ماران عطية وقاليو دينجة وقفشة وامام عشور وعمر السولية وكل اللعيبة اللي موجودة في النص الملعب دي فممكن يبقى خيار اخير عشان كده ممكن يخرج عارة طيب ليه عم خيار اخير ده اكرم توفيق ليه خيار اخير اللي في نص الملعب او في كزاير ايمن من وجهة نظر كولر مش وجهة نظر كريم واجه النظر كولر انه الراجل ما بيخشش في طريقة اللعبة زي ما هو عايز مش انه هو لعيب سيء طبعا حد شيء يقوله ولا حد يجرؤ يقوله على اقرام توفيق لعيب سيء لعيب راجل وموهوب ومميز مع النادي الاهلي ومنتقى مصر رائع بس هو شايفه انه مش هيخش في طريقة اللعبة بتاعته هتقولي ده كلام عادي يعني هقولك بصراحة لأ لأ يعني ما تخيلش ان اقرام توفيق ممكن اي مدرب ما يحبوش او ما يقتنعش به ما فهمهاش هتقولي يعني موارس الكورة ما يعرفش في الكورة وما يفهمش في الكورة هقولك لأ انا رأي انه موارس الكورة مدرب كبير ورائع بس هو في مدربين كده في العالم يبقى اللعيب موهوب ورائع جدا يقولك لأ بس انا مش مش عايزه معاه يا جدا عدى جامد جدا يقولك لأ بس مش مش هيمش في طريقة اللعبة بتاعته فهي كان مفاجأة بصراحة هي مفاجأة كبيرة هتقولي ده معناه انه خلاص كده اقرام توفيق يمشي في ناير هقولك لأ لم قدتش كده ولسه عايز يبص علي تاني ولسه عايز يشوفه تاني ولسه عايز يجربه تاني وحتى لو مش ممكن يطلع اعارة وبلاش حتى لو مارس الكورة خد قرار انه اقرام توفيق يمشي هلاجر التخطيط وقدرتنا دي الاالي هتوافق ولا لأ ما دي حكاية برضه بس بقولك اللي بيدور في عقل مارس الكورة مش بقولك قرارات حصلت او هتحصل جاكاية